الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهرم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جذاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسرأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أصوأتما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منفكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزل ما عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنسه وما ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فينفق التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء كل أمر كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كل الله الشفاعة جميعا له ملق السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شفأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولن أمل الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهذئون فإذا مس الإنسان الضدارا ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتمة بل هي فتمة ولكن ما أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيثيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنذل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغطة من قبل أن يأتيكم العذاب بغطة وأنتم لا تشعرون أو تقول نصر يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن قوت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لأوت من المتقين أو تقول حين تنصر بلو أن لكرة فأكون من المحفنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين ويمجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم الصور ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاني الثماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القافرين كل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولتقومن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرقون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الأرض بنور ربها وردها الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووصيت كل نفس ما عملت وهو يعان بما يفعل وثيق الذين كفروا إلى جهنم ظمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزوتها ألم يأتكم ثم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ظمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزوتها سلام عليكم طبط فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرسم الأرض متبرأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيلا حمد لله رب العالمين رحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب ذي الطاول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم روح والأحزاب من بعضهم وهمت كل أمة برسولهم ليأذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يصبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربما وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وغرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفر العظيم إن الذين كفروا ما دون مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربما أمت نسمتين وأحييت نسمتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأن الله إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم رحم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينذر لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يفعل الله منهم شيء لمن الملق اليوم لله الواحد القهار اليوم تجذاك المهسم بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآرفة إذ القلوب لدى الحماجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذه الله بذنبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم وصلهم بالبينات فكفروا فأخذه الله إنه قوي شديد عقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فاحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيدوا الكافرين إلا في ضلال وقال فلعون ذرني أقتل موسى واليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل من آل ثاني يكتبوا إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يقو كاذبا فعليه كذبه وإن يقو صادقا يثبكم بعض الذي عيدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال في الأرض ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم موح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التماد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما ذلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هالك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامام ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك يمن فرعون سوء عمله صد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجذى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنصى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى المجات وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به عن وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوته في الدنيا ولا في الآخرة وأما مغدنا إلى الله وأما المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحرق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضن عليها وضوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل الآل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الدعفاء للذين استكبر إنا كنا أنتبع فهل أنتم مرون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبر إنا قل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين كنا للخزمة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم سلوكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ما لما أصروا سلما والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشعاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعمة ولهم اللعمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إما الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستغي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله وابدكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفقون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسر صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت عن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتقوموا شيوخا ومن أمين توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن ما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعماقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في الغار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم يكن مدعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تصرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو متوصي أنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره مالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأرعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم وصلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهذئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ثمة الله التي قد خلت في عباده وخصره مالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منوم إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتي مع طائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وذينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنذل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوسعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أعطقنا الله الذي أعطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظمنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنقوا الذي ظنعتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم القرناء فذينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كاموا خافرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغرفين لعلكم تغلبون فلنذي قم الذين كفروا عذابا شديدا ولم اجري اللهم أسرأ الذي كاموا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآيات ما يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أذن الذين أضلانا من الجن والإنس مجعلهما تحت أقدامنا ليؤوما من الأسفلين إما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتعزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا نذلا من غفور رحيم ومن أحفر قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن الله وليه حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل واللهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن أنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والمهار يسبحون له بالليل والمهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنذل ما عليها الماء تزت وربت إما الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إما الذين يلحدون في آيات ما لا يخصر عليها أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إما الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعل الله قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك يرادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنصه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اشتركوا في القناة